أول إديني ما تريد أن تقولوا عن الفترة السابقة في أمم أفريقيا يعني الفترة السابقة سريعاً كده احنا شفنا من الأهداف لحد يوم اللي هو مش اللي انتهى أمس ده اللي قابليه 45 هدف وفيه 12 هدف كمان سجله في الأربع مباريات اللي سابقة معدل التهديفي مش عالي يمكن بيفكرنا شوية ببطولة 88 اللي كانت في المغرب أقل بطولة تهديفياً في تاريخ كاسر الأمم الأفريقية من حيث المعدل إنما طبعاً أقل بطولة في التاريخ كانت 57 بالتبعية لنا والبطولة ما لعبش فيها للمباراتين وبالتبعية برضو كمان البطولة أول بطولة اللعب فيها 24 فريق كانت 2019 كانت دي أعلى نسبة أهداف مش بالنسبة أكتر أهداف سجلت في نسخة واحد حنيجي عند فينسنت أبو بكر اللي هو اللاعب الكاميروني اللي بيعادل أوديون إيجالو لاعب ناجيري اللي كان هدف البطولة السابقة 2019 في مصر اللي بيلعب في السعودية هو سجل نفس عدد أهداف اللي هدفت على الدورة السابقة كلهم في دور المجموعات خمس أهداف ولكن ما تم تناقله من أخبار إن ديت أكتر مرة تسجل فيها عدد أهداف في دور المجموعات من لعب واحد تساوب الرقم مع الكابتن حسام حسن لما سجل في 98 في بطولة بوركينة فلس ولكن ده مش صحيح كابتن حسام حسن يأتي في المركز الثاني من حيث عدد الأهداف اللي سجلت في دور المجموعات أكثر من سجل في دور المجموعات كان لوران بوكو المهاجم الكبير بتاع الكوتيفوار اللي كان الهدف التاريخ الكاس الأمم الأفريقية ثم جه بعد كده صامويل التو وكسر الرقم بتاعه سجل كم هدف بقى حسام حسن في 98 و90 كابتن حسام خمس أهداف الرجل لوران بوكوها كابتن متحت مسجل في سنة 70 في السودان في دور المجموعات سبع أهداف كاملة منهم خمس أهداف في مرمى أسيوبيا لوران بوكو خمس أهداف في مرمى أسيوبيا كأكثر لاعب سجل في مباراة واحدة فازوا فيها 6-1 وسجل هدفين في الكاميرا لما خسروا 3-2 وبعد كده كان سجل أمام مصر في مباراة الثالث والرابع لما كسبنا فزنا على المنتخب الإفواري ده من حيث الهدفين يا كابتن متحت ترجمة نانسي قنقر